جانب يقول هناك ضغوط أمريكية نحن ترون الحكومة دهن ودبس مع السفيرة الأمريكية السفيرة الأمريكية ثلاثة يام تلتقي بوزيرة المالية يوميا السبوع تلتقي بمحافظة بنق مركزية رئيس الوزارة تلتقي بي ثلاثة يام بالأسبوع فدهن ودبس السفارة الأمريكية والحكومة علاقة القوية السفيرة عنها الأسبوع قد؟ عشر أيام؟ لا الوزيرة الزور وزيرة المالية ثلاثة أيام بالأسبوع والزور محروف مركزي يوميا بالأسبوع والزور رئيسي وزراء يوميا أو ثلاثة بالأسبوع دهل وديبس علاقتهم يعني ما أعتقد أكون الموضوع أنا يعني برأيي لا نستطيع يعني نسبق الأحداث نحن نتحامل بالأدلة والبراهير عند استضافة محاضر المركزي ونطلب منه بيان وتوضيح للذي يدوره في البنك المركزي في قضايا التعاملات يكشف لنا الحقيقة حتى يكشف للعالم ماذا يكون هناك ضغوط أمريكية نقول لها ضغوط أمريكية أما الجانب الثاني المحاضر البنك المركزي هو دكان مفتوح لتمويل الأحزاب الحاكمة في العراق البنك المركزي عبارة عن دكان مفتوح كبير يدعم الأحزاب الحاكمة في العراق زي